تقولي بتعترف انك ساعات للاصطدام بجوزيه لانك حسيت انك مش لعيب مفضل عنده وقلت لمحمد الاحمد عبد المترجم بتاعه خليه تكلم بادب وباحترام مع اللعيبة ودي كانت القشة اللي قسمت زهر البعير في علاقة بينك وجوزيه اه هي دي اللي خلصت علي مع خوزيه ايه اللي حسن؟ لا هو خوزيه كان دايما بيخش قط اللبس يعني معندوش عزيز دي سياسة مش على عمارة بس لا مش علي انا يعني هي كانت سياسة عامة وانت كنت اتخنقت جلبرتو بقى بلعب جلبرتو كان بلعب كان بلعب خمس باتشات بره اه كان جلبرتو جي اه لا كان جلبرتو اه او احمد او مسلم تقريبا الفترة دي كان احمد او مسلم على فكرة جلبرتو لما انا كنت موجود في نادي الاهلي ما كانش بلعب كان بلعب هوف اه ايو كان بلعب الاول هوف مظبوط هاف قدامي يعني الفترة اللي أنا جاتي فيها ما قبل وما بعد جلبرتو كان بيلعب هاف اتخنقت اه أنا من نوعية اللي بتزعب بسرعة اه وبتعترف ان ده غلط ممكن في ثانية بتعترف ان ده غلط 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 انما في حاجات الواحد بتعلمها وهيتعلمها انما أنا شخصيا والله كل احترام لكل الناس يعني أنا مش عايز حد يبقى زعلم مني بس انت بتزعى الناس كتير منك بتبقى غير مقصود غير مقصود اه صدقني والله بتبقى يعني تقرر تعترف دلوقتي انك مندفع احيانا احيانا اه وده بيخصرك ناس اه بيخصرني كتير اه خصرني ناس وخصرني اه تواجد تواجد يعني التواجد ده كان مهم جدا بالنسبة لي انا واحد زي عنده مشوار حلو يعني بوندس ليجا دوري المانية منتخب مصر يعني فترة طويلة خمسة كاس امم يجي عشر سنين مثلا خمسة كاس امم اه خدت كم كاس امم خدت واحد بس تمانية وتسعين اه فلعبت تلاتة اربع مرات تصفى كاس عالم يعني عندي موضوع كنت اقدر وانا بيهدوء اه اخش كده واتسحب زي اللي زي اللي دخل يعني اه